السلام عليكم ورحبا بكم في هذا الفيديو الجديد نقدم لكم بعض المعلومات ولا ربما كيتشوفوا قانون ها كيتشوفوا العنوان تعقانون ضمار الشامل المضاد لقانون 303 اللي راه يطبق في الكثير من الاحيان على بعض الملفات ولي نحن ضرب يعني لحد الساعة مازال ما تطبقش على الملفات تعزبين توعي ونتحدى اي زابون تعي يعني اي شخص يدير يكتب يدير اي كومنتر يقولهم انا زابون وراهم تبقوا عليها 33 زابين توعي يتبقوا عليهم قانون 22 جوية من نفسه وصندر ولا يتحصلوا على الجاسية ونستعملوا بعض الثغارات ونثبتهم مع الوقت يا قاتسوسي ولكن اليوم انا راح نقدم لكم فقط القانون الذي يضادنا نعطيكم قانون مضاد لهذا القانون 33 اللي راح ادخل الرعب على طالبي الجنسية الفرنسية في وقت مضى في وقت سابق وهضرنا على ثغارات وعني لسونت بوفردو كريو وقامت مجموعة من الشباب وقامت مجموعة من مكاتب اللي كذبوا هذه المعلومة وقال لك لك ان مكاننا ثغارات ولا يمكن اسقاط المراسيم ولا يمكن تفادي القوانين ولا يوجد قوانين مضادة لقوانين ما جاوبتهمش في هذا الوقت وما خذتش بعين الاعتبار ولكن قلت مع الوقت كل شي يبان يبان صح مليك دبدي ما انا هذي مقتنع بها ويبان شكون صح حقيقة اللي قدر يدير ملفات ويشكون يبان اللي ما يقدرش يبقى يهدر غير في الهواء كما يقولوا ولذلك اليوم انا نعطيكم بعض الادلة لتثبت ان يمكنكم تفادي القوانين يمكنكم ايضا اسقاط المراسيم ويمكنكم بزاف حواج على كل حال لان الناس ذو لا رغم يقول هدروا وهد الهدراء ما يفقهوش في القانون لو كان جاوب يفقهو ولا يفهمو في القانون ما يهدرش لهدراء هذه وهذا اكبر دليل انهم اوت خارج مجال التغطية كما يقولوا في وقت سابق قلت لكم عملية تركيب ملف طلب الجنسية يشبه الى حد كبير لعبة الشترانج يشبه الى حد كبير هذه اللعبة يعني كتكون تحضر ملف للطلب الجنسية فلازم تعرف باللي رايح كما يقولوا تواجه سلطات قضائية وسلطات ادارية لدائما يبحثوا على نقاط ضعفك بها يرفضونك الملف ويستعملوا اي نقطة ضعف وقلت لكم لازم عليكم كتديروا ملف وتحضروا تركيب ملف لازم تبنيوا الملف تعكم على نقاط اساسية مبنية على انك تتهرب من نقاط الضعف تعك لازم تعرف تخبيهم وتقدم نقاط القوة الخاصة بك وفي قانون 33 الصادر واللي يقول بعد اذا كان فاتوا خمسين سنة من تاريخ استقلال ولا تنازل الفرنس على الارض فيعتبر انك فاقد لليان ما راك فاقد لليان داليان صافيك لفرنس وهذا القانون هو يجي كما يقولوا كما قدرستو وحاولت نحوس على ثغرات تعوه يقول لك الدليل انك تثبت باللي القانون 33 ما يطبقش عليك هو انك يجب أن تتركيب ملف لازم تخبيت بعد لازم تتهرب من هذا القانون وتبني القانون تعك تبني الملف تعك على قانون اخر يكون مضاد لهذا القانون لان نأخذ مثلا نأخذ عملية قتل يعني يا رب ان شاء الله ينشي المؤمنين جميعا شخص عندما يتهم بالقتل اذا كان الشخص هذا في حقيقة القانون ويقول القانون المتهم المتهم بحد ذاته في قضية قتل مثلا او في اي قضية على الاجرام يجب على السلطات او يجب على المحكمة او يجب على الشهود ان يثبتوا بالدليل قطع بشكل الشخص هذا هو اللي قام بالقتل المتهم هو اللي قتل ضحية كما يقولوا سواء الشرطة العلمية اللي تقدمها حاضر ويجيبوا ادلة يعني قوات الامن وقوات حفاظ الحفظ على الامن لازم عليهم يجيبوا ادلة لتثبت ادامة هذا الشخص والشخص ما هوش مستوجب عليه انه يجيب ادلة كي يجيب ادلة باللي الشخص المتهم هو حقيقة لقتل الضحية في الحالة هذه لازم علي المتهم انه يثبت انه باريء ما هوش هو اللي قدم على جريمة القاتل لماذا لانهم جابوا ادلة تثبت انهم انه هو القاتل مثلا كثين قضية الجنسية تقريبا نفس الشيء على اذا كان خذينا بعين الاعتبار الاشخاص اللي يديروا يتركبوا ملفات الجنسية وخاصة المكاتب يعني مكاتب الاستشارات ولا مكاتب الهجرة ولا انا شخصيا انتمس من عندهم باللي ما همش اللاوتر وانما يمتلكوا معلومات وما يمتلكش اسرار في القانون لماذا لان اذا اخذنا بصفة عامة مكاتب الهجرة فمكاتب الهجرة ايه فاني شفتهم في الوقت الحالي رهي تقدم خدمات لطلبات الجنسية لكن في الاصل مكاتب الهجرة معداش القانون دير مطالبات الجنسية معدهم همش مأهلين لازم تكون قاري قانون بات اهل دير ملف الجنسية الكاتب العمومي مأهل عنده تأهيل احسن الف مرة من مكتب الهجرة لان مكتب الهجرة يقدم خدمات متنوعة في عدة امور ادارية سياحية اقتصادية ولكن عندما نتحدث عن القانون فيجب ان يكون هناك اهل القانون ليقدروا يقسوا ملفات الجنسية ومنهم ايضا مكتب عمومي عندهم تأهيل يعني بحكم الخبراتهم بحكم المزاولة لهذه المهنة عندهم تقنيات ملاحة كي الله يبارك مكتب في اعلى المستوى المهم مش هذا هو اللي بتاعنا اللي بالموضوع بتاعنا هو ان نثبته انا شخصيا اذا كان هذه احد شهادة الجنسية اللي تحصلت عليها مؤخرا في 2010 لأحد الزباين كي ما راكم تشوفو كي ركبت الملف لهذا الشخص اني تهربت من قانون 33 وخليت السلطات اللي لازم عليها تثبت ان الشخص هذا الشخص هذا فاقد او لا فقد لليان داليونس افيك لا فرنس والقانون هذا الموضاد كي ما راكم تشوفو ذلك نعطيها لكم بالتحديد اللي لا يعمل بيش جبها لكم من قانون بيش جبها لكم من الدلس محاجة لطبقناها ونجحة او كي نشوفو في هذا الخارج يقول لكي ريفي كي ريفي كي ريفي في اسمق كي ريفي فيه ان شخص هذا القانون 23-4 يجب أن السلطات الفرنسية تقوم ببحث أو تقوم بشكل مستقر ويثبت أن هذا الشخص حقيقة سوف يفقد العلاقات والإعادة للإعادة لفرنسية إذا كانت عرفت تركب ملف وجريت السلطات القضائية وتهربت من قانون 30-3 وديتهم يعني خبيت نقطة الضعف وهذه هي نقطة القوة تاعك المضادة لقانون 30-3 وخليتهم أنهم هم ليقدموا إثبات ودليل باللي انتعرك في قتل الياند علي ونصابك لفرنس والدليل اللي يقدروا يقدموه لازم تكون شهادة تنازل على الجنسية الفرنسية يعني لازم يكون الأب تاعك ولا جدك قدم شهادة تنازل على الجنسية الفرنسية في هذه الحالة فسيطبق عليك القانون 30-3 ولا يطبق عليك نفس القانون اللي ما يعطيكش الحق أما إذا كان جريتهم 4-20% 99% ما كان حتى جزائري ما كان حتى تونسي ما كان حتى من مغربي قام بالتنازل بصفة رسمية وإنما العودة للبلاد وعشوف البلاد عندهم هذه هي خلاص سمحوا في الجنسية ولكن قانون غير ذلك لازم تجيب وثيقة تثبت أنك حقا فقدت العلاقات بينك وبين فرنسا هذا هو القانون الأساسي مضاد للقانون ولكن لازم تعرف نزيدون أكدوه في جنسية واحد أخرى لأحد زبين واحد أخرى 2018 مؤخارا هذه صفحة الثانية من الجنسية واش تقول لك تقول لك إلا أيته إجالما vérifié que لانترسي ناپا ايته لبيري دي ليان داليانس مع الفرنسا في حالة الارتكال 249 القانون الكود سيفيل هذا يعني في 2018 هني اتقلت يعني كيف هدرت التركيبة أني أسست ملف الأشخاص هذو وعرفت كيف هنتهرب تركيب طائعي عندي الحيلة بكيف هنتهرب من القانون 33 وندخل في هذا القانون واللي نخلي السلوطات يعني ما شانا لي نثبت لهم يعني ما شيش شخص ليدي الملف هو ليقدم لهم دلائل باللي ما يقول لي بيري دي ليان داليوس وإنما يعني فرنت على سلوطات القضائية أنها تقدم دليل باللي الشخص هذا ره فاقد العلاقات مع سلوطات الفرنسية من خلال هذا القانون يعني تهرب من القانون 33 وتحت في هذا القانون وخليتهم تسمي لهم يقول لازم تجرهم لازم تجرهم بها يدخلوا معك في هذا القانون به طريقة أو بطريقة أخرى طبعا نسمحوا لي المعقدس نعطيكم تركيبة بالتحديد أعطيتكم المعلومة بصفة عامة أما التركيبة كيف هتخلي سلوطات كيف هتخبي القانون بالتحديد 33 وتطبق على نفسك القانون يعني تخليه هو يطبق عليك القانون ليتحبو انته مشي العكس يعني يطبق عليك القانون لانته إذا كان هو يقول بلي قانون 33 راك فاقد العلاقات برشكوفاته 50 سنة أنا أيضا في الجو هذا في اللعبة اللي لعبتها معهم اللي قلت لكم تشبه لعبة الشترانج خليته أنه يثبت لي بلي الشخص هذا راك فاقد بدليل إذا كانت تقول جيب لي دليل بلي ما فقدش الجنسية الفرنسية والعلاقات مع فرنسا لمدة 50 سنة أنا ثاني كي ندير لك تركيبة الملف لازم نخليك نتا نبوسيك عن كالك صورت نضغط عليك بتعطيلي انت دليل مشان نري نعطيك دليل لأن صاحب الملف هو المتهم على السلطة أنها تثبت باللي المتهم هذا دار الجرم دونك لازم تثبت عليك باللي لازم تعطيلي هي دليل بلي انت راك فاقد الجنسية ما تشين تلي تقدم لهم دليل بلي راك محتفظ بالجنسية طبعا سبب لي عدم اعطاركم التركيبة بتحديد عطيتكم دليل بلي سي بوصيب لأخوتي هو تو سمبل مو يعني بكل بساطة الله غالب يا أخوتي سي بلي فور كموا كان بعض المكاتب اللي راهي تنافس اللي راهي تنافس و راهي تدي معلومات من عندي ومبعد تظل تسبني من جيها تتعلم عليها من جيها ترفض المعلومات من جيها تخدم ومبعد تجي و يديروا ديفو كونت با يسيئوا الى شخصيتي با يبينوا الناس لهم اللي سون كاببل وانا شو با كاببل ولذلك اذا كان حقيقة هذو اهل القانون ويعرفوا القانون انا اعطيت لكم بصفة عامة القانون المضاد لقانون 33 ولكن اذا كان قادرين الناس هذو حقيقة يعرفوا القانون فبصفة العامة يتعطلوا اي شخص قانون بصفة عامة اذا كان خبير في القانون سيعرف التركيبة بكل بساطة اما اذا كان معلومش الخبرة وتبقى غير الهضراء فامبوسيب لا يقدرش يركب ملف ماشي سيببال دونية تولموند تركب ملف لطلب الجنسية نتمنى ان هذا القانون على بالي جات كونسي بيزار ولكن هذه هي الحقيقة نضحك على بعض الاشخاص اللي ديروا تعليقات ومعلى بالهمش على التعليقات رهم يديرهم والحمد لله راني وصلت لكم البعلومة بصفة عامة وسمحوا لي بل بزاف ما قدرش نعطيكم التركيبة بالتحديد لان التركيبة ملك خاص تاعي ما قدرش نمدها سيبلي فور كموا وانتم ما تقدروا الظرف تاعي وعلى بالكم مشكلين وراكم تتبعوا معايا وشفتوا الناس كيفا رايما شئي الحالة ولذلك عطلتكم قانون وفهمتلكم واللي قدرت كلا على ربي حاولوا انكم توصلوا الى تركيبة بالتحديد لان المتتبعين اللي راهم يتبعوا فيها من هار حليت القانات اللي يومنا اللي راه قريب عامين يكين عطلهم قانون كما حكي عاخوا مباشرة تركيبة بالتحديد تحية طيبة مني اليكم جميعا ونتلقوا في صحة الخير وما تنسوش لي كومنتير ورايكم ماذا بيا نسمع رايكم ونسمع نشوف مشاركة عكم ودعيوا لي بالخير بسلام أخوتي ترجمة نانسي قنقر